المشهد كان جيد يعني من أكثر الجمع اللي تم لم الشمل فيها بمعنى كل القوى السياسية شاركت فيه نعم ربما يكون هناك أكثر من منصة أو أكثر تسع منصات كانت هذا مش مشكلة أنا أيضا كان أيام كل واحدة لها مطالب مختلف وماله لا مجمعة جيدة بشكل عام يعني أنا أذكر أيام الصور نفسها كان يوصل لسابع منصات في الثمنتاشر يوم فالمشكلة هيست في المنصات المشكلة فيه أنه لابد أن يكون هناك حالة من لم الشم ويمكن فرصة إن كان هناك إيجابية بعض الشيء لترشح السيد عمر السليمان لرئاسة الجمهورية هذا الترشح جعل الكوى السياسية تتأكد أن هناك خطورة بلغة على الثورة المصرية ومن هنا دعوا إلى حالة التوحد دعوا إلى حالة الوقوف صفا واحدا ضد ترشح الفلول والعالي القانون الذي أصدره مجلس الشعب يسير في هذا الاتجاه ففكرة أن الجمعة جاءت من أجل مطالب فئوية أو مطالب خاصة لبعض القوى السياسية أنا أعتبر أن هذا جنبه الصواب الحقيقة سأقرأ لحضرتك سمحولي أقرأ لكم ملخص طبعا مشاهدينا حتى يكون كده من أول حلقة تعليقاتكم ويمكن أنتوا اللي تطرحوا الأسئلة بدلا مني لكن من غير قمدى هنا بيقول لي استني همدي محبة لك وما مداش اسمه بيقول خطفوا الثورة من المدان وقالوا نعم وقالوا ما فيش إلا البرلمان وما عملوش أي حاجة أمثار الشباب قالوا عليهم على الشباب يعني شغب وضد الاستقرار وبقوا في وادي وإحنا في وادي وفي الواكسة الكبيرة اتزنقوا فقالوا معاكم كلنا مصريين يعني ده وصف من أحد مشاهدين لمشاهدته للمشهد أنه في تخلي وفي لم يحدث ما أنا بقول لحظك إذا كان إليه تعليق على هذا الكلام مع تقديره أنا بقرب من المشاهدين بس المشاهدين أنا عايزاكوا تبقوا عطولي تعليقاتكم لو في وجهات نظر مخلفة وتقولوا لي عشان تقدروا تشاركونا في الحوار تفكرت بص يا دكتورة خطف الثورة ده كلام أنا شايف أنه غير جيد لسبب يعني وغير منطقي يعني أنت تعلمي لم تخطف الثورة لا لم تخطف بمعنى وربما هو يقصد أن بعض القوى لا يقصد يعني التاري الإسلامي إذا كان إخوان مسلمين أو سهل ما أنا أقول في قصدي هو غير مقبول لسبب أنه التاري الإسلامي بشكل عام أو الإخوان بشكل خاص في تصور أيضا أن هم من ضلوا فترة طويلة من الزمن وليسوا وحدهم على الساحة وهم من أكثر القوى السياسية التي ضحطت كثيرا وهذا لا تمتنانا منهم ولكن هذا واجب عليهم امتجاه الوطن ففكرة أنهم خطفوا الثورة زي العسل ففكرة أنهم خطفوا الثورة هذا كلام لابد أن نضع المسائل ما باش كلام الحقيقة البعض بيحاول يصور المسألة إنها إخوان دولة أوطار إسلامي مالو محترم يعني هو أبص يا دكتورة هناك نقطة مهمة جدا أنت لا تستطيعي خطفوها خطفوها وخذوا الأغلبية ما أقول لحضرتك لسببين السبب الأول جزء على الإخوان وجزء على الشأن العام والإعلام الإخوان أحيانا كثيرة لم يعلنوا عن ما يقومون به يعني على سبيل المسائل اللجانة التي تعمل في مجلس الشعام الآن بتعمل عمل في قمة الروعة وعمل ضخم جدا وبشترسول كويس أنت على سهر لجنة الفراعية أنتوا في اللجان أو ليس في اللجان؟ أكيد طبع عضاء في اللجان عضاء؟ عضاء في اللجان هياك في اللجنة إيه؟ الدستورية والتشريعية مع المتشاركة لما أعلنوا بحضارك بقى يومين بجلدك لا يجب يحضر كل حاجة واللجنة الثانية بالأمن القاومي والدفاع لجلدين جمدين جدا حاجتك في اللجنة؟ أنا بحضر كل اللجان اللي لي فيها شغل إن ما أصلا تسعين قوة عاملة وتشريعية كويس جدا فلا أنا أعز أقوله هذا الرصيد العمل اللي بيتم ما بيخرجش ما بيخرجش للشارع الحاجة الثانية الإعلام عليها ضر خطير جدا إيه الإعلام بيعمل إيه؟ في نظري أيضا وتحليلي إنه بياخد جانب جانب واحد في كثير من الأحيان حتى أكون منصف ضد الإخوان وضد الطرق سامليه لأنه لديها أصلا في البداء موقف هو الكثير من وسائل الإعلام لديها موقف مسبق من الطرر الإسلامي وأنه يقولون دائما أنه استحواذ وسيطرة وهيمنة وكوشة كل هذه المعاني غير أصلا موجودة في الواقع الواقع الموجود والحقيقي هو أنهم موجودين في جزء من السلطة التشريعية